اشتركوا في القناة منزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية ساعة عشرة وتسعة وعشرين دقيقة من صباح اليوم الأحد لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات وبما أن القمر موجود في برج الأسد معناته جميع الأبراج اليوم بيكون الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرماً مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطف مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناع حلية ثمينة والتحليب الشجاعة وارتدى ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لإلنا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعاً عنا زاوية بطيئة وعنا زاوية مع القمر هم هدولة اللي اليوم تأثيراتهم مباشرة الزاوية البطيئة اللي هي زاوية التسديس الإيجابية اللي بين الشمس وبين أورانوس وهي طبعاً حكينا تأثيراتها مستمرة لغاية يوم عشر ثلاث وهي الزاوية بتعزز قدراتنا الإدارية وبتضفي جاذبية على شخصيتنا وبتعزز قوة الحدث لدينا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس الإيجابية بين القمر وبين المريخ وهاي طبعاً ذروتها ساعة تسعة وخمس وعشرين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينج يعني تأثيراتها طيلة اليوم بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للإهتمام بصحتنا أكثر بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وبرضو إذا شعرنا بأي شيء اعتيادي غير اعتيادي إننا نرجع الطبيب ونعمل فحصات أو نأخذ أدوية لهاي الأمور ولكن عمليات جراحية كبرى لا أنصح فيها نهائياً عمليات صغرى ما في أي مشكلة باقي أعضاء الجسم غير الأعضاء هاي اللي بدي أذكرها عادي جدانين عمللها عمليات جراحية عنا القلب الشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان هذولا هم الأكثر حساسية أما بالنسبة لعمليات التجميل فما في أي مشكلة عنا لعمليات التجميل حقن أو جراحة هذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بما أن القمر موجود في برج الأسد معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الغد الاثنين الستة ثلاثة بيبدأ في تمام الساعة ثلاثة وثمانتعشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام الساعة ثلاثة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر ويستقر في برج العذرة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدد عمره ثلاثة عشر يوم في تمام الساعة وحدة وسبعة واربعين دقيقة بعد الظهر بصير عمره أربعة عشر يوم نسبة الإضاءة بتصير تسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة سعيد بنسبة عشر في المية الآن في ساعات الظهر بصير منتحس بنسبة أربعين في المية وبيكمل لغاية ساعات المساء منتحس بعدين في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة عشر في المية القمر في الأسد حتى يوم ستة ثلاثة الآن هو سعيد بنسبة ستين في المية في ساعات الفجر بصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة عشر في المية لغاية ساعات المساء أما في ساعات المساء بصير منتحس بنسبة أربعين في المية عطارد في الحوت حتى يوم تسعة عشر ثلاثة منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية الزهرة في الحمل حتى يوم 16-3 سعيد بنسبة 70% المريخ في الجوزاء حتى يوم 25-3 سعيد بنسبة 10% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 سعيد بنسبة 15% قرانوس في الثورة حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر خلاص استقر في برج الأساد اللي هو البيت الخامس لألكم فعشان هيك اليوم بتشتد رغبتكم في التقرر من أحبائكم وقضى وقت ممتع معاهم وتعتبر هاي فترة مثمرة إيجابية على المستوى العاطفي على المستوى المالي على المستوى الترفيه على المستوى التجميل وممكن تنجحوا في حملة ترويج عشان هيك اليوم بدأت تكون جريء في طرح منتجاتك وبتتسارع الأحداث بشكل مميز واستثنائي وممكن تتلقى جواب أو عرض كنت بتنتظره سابقا برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر صار في البيت الرابع لألكم عشان هيك التركيز كله رح يكون على البيت وعلى العائلة وما يتعلق بهما بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم خلال هذا اليوم ممكن مناسبة اجتماع لقاء حدث معين ممكن تجدوا تعاون من أفراد العائلة أو تلمسوا بعض التوتر على الصعيد الشخصي أو العائلي أهم شيء أنك تتخلى عن مواقفك المتحفظة اتجنب العمليات الجراحية للأعضاء اللي ذكرناها وخصوصا اللي إلها علاقة بالقلب هاي فترة نعني شوي ممكن تأخذ هيك فيها نوع من أنواع الضغط فعشان هيك لازم تأخذ بعض الراحة وحاول إذا شعرت بشيء غير اعتيادي إنك تستشير طبيبك برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم الاتصالات بكثرة رح تكون موجودة عندكم والتنقلات نفس الشيء فعشان هيك بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات منكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جر برضو بتطالعك فترة حافلة بالوجبات والمسؤوليات على أنواعها أهمش إنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض وبتكثر عندك زيارات والتنقلات وممكن تهتموا بأمور إلها علاقة يا بالتنقلات يا بالمواصلات يا بالسيارات يا بالإلكترونيات برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم هذا بيحمل لكم فرصة جيدة لا مكسب مالي إلا أغلب إنه بكون هذا المكسب من عمل إضافي مع هيك بدكوا تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية تمينة أو التبذير ممكن تعلجوا استحقاق مالي أهم شنك ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل بتطمئن خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ اليوم ممكن بعد موليد برج السرطان إما يحصلوا على هدية أو على دعم أو على حل مسألة مالية كانت مأرقيتهم بالفترة الماضية برج الأسد بالنسبة لما أوليد برج الأسد طبعا اليوم تبدأوا فترة أفضل من الأيام الماضية وهاي طبعا يوم بيعيدلكم نشاطكم المفقود ووسعكم المبادرة بخطوة جديدة اللي ممكن إنها تدعم من مركزكم الاجتماعي إن استغلتوها بشكل جيد وبتقدروا اليوم توضحوا وجهة نظركم تهتموا بمظهركم بتشعروا بالحماس الفائضة ممكن تنشغلوا بوضع حجر أساس لمشروع جديد بتملك أفكار باهرة وحلول مذهلة لأي مسألة وممكن تبدأوا صفحة جديدة في حياتكم أيضا هذا اليوم مميز حتى على المستوى العاطفي برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا القمر موجود في بيت المتاعب عندكم عشان هيك تجدوا أن التعب بدأ يسيطر عليكم بشكل واضح فعشان هيك تحاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم العهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير وحاذروا من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة لأنه ممكن تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك وبتعدوا عن الضجيج والصخب وحاولوا أنكم ما تحسموا أي قرار خلال هذا اليوم وما تكونوا لجوجين لأنه ممكن يخضرك الحظ بأي مسألة ويبعدوا عن الانتقادات قدر الإمكان برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء الأصدقاء بشكل معني مفاجئ وبتكون ترقلاتكم مهمة وبتتمتعوا بسرعة خاطر ممكن تحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية وتعرف لقاء داعم لا إلك أهمش أنك ما تماطل بل تشجع على العمل الجماعي لأن كل فائتك من العمل الجماعي وعلاقاتك الاجتماعية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب تتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن لا تنسوا أن هذا البيت العاشر بيت السمعة فعشان هيك ما تشوهوا سمعتكم بأي تصرف هدئوا من روعكم ما تنفعلوا اتجنبوا مخالفة القوانين احرصوا على استقراركم اتجنبوا الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرصوا على لجمها إذا شعرتوا ببدايتها برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة والتعامل مع الأجانب وممكن تشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم تعزيز العلاقة معهم ممكن بعض موليد برج القوس يكون عندهم سفر أو يسافروا في رحلة أو ينطلقوا في رحلة معينة أو يفرحوا لانفراج أو تسوي مهمة ممكن معض موليد برج القوس يهتموا بهواية جديدة عندكم حيوية إجمالا ومتحمسين لمتابعة أي مسألة وعندكم القدرة على التواصل مع المحيط بشكل جيد برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بتعيد وتنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ممكن تناقشوا موضوع بيتعلق بتمويل أو قرض أو ميراث أو بنك ضريبة تأمين وممكن تحصلوا على التسوية اللي بتحلموا فيها أهم شيء أنكم تناقشوا المواضيع المهمة بعقلانية وممكن اليوم تجتازوا امتحان صعب وعالجوا الشؤون العائلية المهمة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ولكن القمر صار مقابلكم تماما فعشان هيك طاقتكم قليلة جدا وسهل استفزازكم فابدكوا تحذروا من الخلافات وما الضخموا الأمور شوي تبدو عند مرهف الإحساس ومتوترين بسبب قلق ما حذروا إثارة العدائية والبلبلة لأنه مزاجكم متقلب وعصبيين وهذا الشيء ممكن يخلي الأشخاص اللي بيتعاملوا معكم ينفروا منكم برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا القمر صار موجود في البيت السادس اللي العلاقة بالعمل والصحة فبيبدأ العمل بتراكم لديكم تدريجيا حاولوا انكوا تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة بذلك وبرضو بتكن تنتبهوا لغذاكم وراحتكم لا تهم الواجباتكم مهما كثرت أو صعبت وراعوا ظروفكم الصحية وكونوا دقيقين ومنظمين ومراعين لظروفكم ومعنوياتكم عشان ما تقصر بإتمام أو إنجاز أعمالك أو تتراكم أعمالك عندك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر